أهلاً بحضراتكم برحب بكم وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمع أهلاً بحركة صاحبية أهلاً بكم أرجو ألأ وضيع سر قبل ما نطلع دلوقتي مع السابق المشاهدين حضرتك كنت بتستمع من على الموبايل لتلاوة من سورة الرحمن للقرق الشيخ عبد العظيم زاهر وعنا نستمع فترة وقبل ما نطلع على طول حضرتك قفلت وقلت إيه ده هيبتدي جلج له فواضح أنه كان بيجلجل بعد ساعة أو ساعتين من التلاوة المتواصلة هو كان الله يرحمه يدخل بالبياتي رجاءت ليسخن يسخن وبعدين يدخل بقى في المقامات الأخرى والإبداعات الأخرى والانتقالات الأخرى اللي ربنا وهبوا بها كان مميز رحمة الله علي وما كانش حد يقدر يقلده أو يقرب من مساحة صوته خالص هنقول الأول بسم الله الرحمن الرحيم عشان أنا تعودت أن أنا أبدأ بالبسملة والصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد العظيم زاهر الحقيقة ولد سنة 1904 وفي قرية من قرى القليوبية اللي هي جول ولكنه كان صوته لافت للنظر يعني يخلي الناس تتعجب منه فلما حفظ القرآن نصحوا أبوه بأنه ده الولد ده فلتا ما التفتش فلتا فلتا إحنا ورانا شغل وورانا غيط وحاجات سي كده فبقى ينزل الحقل لكنه كان يقرق قرآن في الحقل الناس تسمعوا قالوا له لا ده مش حكاية ده ده لازم يروح يتعلم المقامات ويتعلم التجويد ويتعلم الوقوف والابتدى وحاجات زي كده لازم تنزل بيه مصر الأب يعني على مصطور الحال فنزل به مصر وبحثوا عن حتى يسكن فيها فاختار الألعة منطقة الألعة وكان هناك رجل من العلماء القراءة اسمه الشيخ حنفي السق عائلة السق عائلة كبيرة ولها علاقة قوية بالأزهر يعني الشيخ محمد السق والشيخ إبراهيم السق كانوا خطباء وأئمة كبار في الأزهر في هذه المساحة يعني السق ده اللي هو إبراهيم ده شيخ شيخي يعني لما الشيخ يجيه يأخذ العلماء من مصر الشيخ بتاعه الشيخ إبراهيم ابن محمد السق فالمهم الحاصل إنه الشيخ حنفي السق لاحظة نباهة فعلموا الوقف اللي يبتدى علموا القراءات علموا التجويد طبعا ولقاه إنه خافز حفظ متقن كان الشيخ علي محمود يقول على الشيخ عبد العظيم زاهر الجدع ده ما بيقلطش لا بيغلط فيه الحفظ ولا بيغلط فيه الأداء ولا بيغلط فيه المقامات سيدنا الشيخ إسماعيل الهامداني لما جيت أقرأ عليه القرآن وكده في الأظهر الشريف قال لي أنا ما بصتش في المصحف من أربعين سنة يا الله فقلت له لي يا سيدنا الشيخ قال لي مصحف قدامي قدام يعنيه كان مكتوب قدامه كالسطر الواحد واختبرني قل لي فالقرآن فيه كام عزيز الرحيم عزيز حكيم كذا إلى آخره وأنا أقول لك وأقول لك فين يا سلام قلت له لا مولانا ما تقعنيش في الغلط واختبرني أختبر مين ما أنا شايف اللي حاصل هو كان أربعة يسمعوا قدامه ده من الفرقان وده من البقرة وده كذا إلى آخره وهو بيصحح يعني كمان ما بتتدخلش معاه فحكاية أن القرآن يكون كالسطر الواحد دي رأيناها في الإمام الشافعي الإمام الشافعي ولذلك في بعض الروايات الناس ما تصدقهاش يقول لك كان أقرأ القرآن كل يوم مرة إزاي يعني ده نظرا كده لأنه كأنه من شدة حفظه ومن شدة استحضاره ومن شدة تعلقه بالقرآن الكريم فالشيخ عبد العظيم زاهر كان من هؤلاء الناس الذين لا يغيبوا عنهم القرآن لدرجة زي واحد إسماعيل اللي همدانا الله يرحم الجميع ما بصش في المصحف مش محتاج للمصحف لأنه هو بقى مصحف وبقى المصحف قدامه كده كثير من الناس اللي هم بيعانوا من الحفظ ما يصدقوش الحاجات دي الآن ما يشوفوها بعينهم الشيخ عبد العظيم زاهر ده كان قرآنا يمشي على الأرض دي منحة ربانية منحة ربانية طبعا منحة ربانية وفضل إلهي غير منكور سبحان الله عبد العظيم زاهر تميز بالأداء الحسن وتمكن جدا تعلم بقى على الشيخ حنف السقة القراءات وكذا إلى آخره